بيبدأ في المنى مع الطفل ماوكلي واللي كان عمال بيجري في الغابة وكان موجود حواليه زئاب من كل اتجاه وده غير ان كان فيه حاجة عمالة بتطرده بين الشجر وفضل يجري لحد ما طالع فوقه الغصان وانكسر به الغصن وظهر هنا النمر الاسود وده هو بقى باجيرة واللي اتضح ان هو كان عمال بيدرب ماوكلي على الهروب بطريقة الزئاب ولكن بيفشل كالعادة فيقول له ماوكلي ان هو كان ينجح لولا ان الغصن كسر فيقوم معرفه باجيرة على شوية معلومات علشان يعرف الاغصان اللي بتتكسر واللي لا وكمان قال له نعارف انك مش مولود زئاب ولكن على الاقل اتصرف زيهم ويبدأ بقى باجيرة يحكي لنا القصة من البداية وانه هو اللي لقى الطفل ماوكلي من سنين لما كان لسه طفل راضيع تايه في قلب الغابة وعلشان ينقذ حياته كان لازم انه هو يحطه بين قاطع الزئاب علشان يحموه واللي كان بقى بقيادة الزعيم اكيلة ولكن المشكلة هنا ان الزئاب بتكبر بسرعة على عكس ماوكلي واللي كان بيحب انه كل حاجة تاخد وقتها ودي هي بقى ركاشة اللي ربت ماوكلي من صغره واعتبرته واحد من اطفالها وقارب اخي ليه بقى كان هو جري فتقوله ركاشة ايه اللي حصل فيعرفها انه تمسك زي كل مرة ومع مره الوقت بدأت المية تجف من الغابة والاشجار تموت ولكن السنة دي كان فيها اصعب جفاف يمر على الغابة والحيوان ده كان عمل بيقول صخرة السلام ودي بقى بتظهر لما المية بتنشف وده معناه ان هيكون فيه هدنة بين كل الحيوانات علشان يشربوا بسلام وفعلا جمعت كل الحيوانات ووصل موكلي وشاف المنظر ده وتقوله الام خلي بالك مفيش صيد النهاردة فرح بسرعة مع اخواته وكل الحيوانات كانت مستغربة جدا من شكله لحد ما عمل حاجة زي السلة كده هيجيب بيها المية فجاله اكيلا وقاله ايه المبدأ بتاعك فيرد عليه ويقوله ممنوع اي حيال فطلب منه ان هو يتشجع شوية وهيخليه دي قوي ولكن تلاحظ الحيوانات وصول نزير الشقم النمر الشريخان واللي يعتبر اكتر حيوان مكروه في الغابة بسمى بشره وده بقى يقول الكل بيجي لهنا وبيكون في رواح كتيرة بس النهاردة في ريحة زيادة ريحة بشر فرد عليها اكيلا وقاله ان موكلي يعتبر من قطيع الزئاب فيقوله ان تتبنيتوا بشر بس يعرفوا اكيلا ان هو لسه طفل فيرد عليه شريخان ويقوله نتبل في وش دي علامة على البشر لما بيكبره ومع الوقت الطفل ده يكون كبير وممنوع وجود البشر في الغابة فتقوله ركاشة انت متعرفش القوانين اصلا عملت استاد للمتعة بس والطفل ده بقى يخصني فيقول اكيلا اظن النمر عارف من القائد في الجزء ده واكيد ما ججبه يعمل مشاكل هنا فقال لهم شريخان اكيد انا بحترم القوانين بس اول ما ترجع المية من تاني وتختفي صخرة السلام هرجع وهاخد الطفل ده وتعدي الايام ويرجع المطر بغزارة والمية تمنى المكان بس السؤال كان دايما موجود ايه اللي هيحصل دلوقت القطيع كان عمال بيتكلم مع بعضه عن المشكلة ومش عارفين هيعملوا ايه علشان تهديد شريخان ما كانش سهل ابدا فهم ريح ماوكليل عندهم وقال لهم انا همشي انا مش عايز اي حد يتقذب سابي وفعليا الزئاب كانوا موافقين ولكن الام كانت عملة بتحاول تمنعه بس هو رافض لحد ما وصل باجيرا وقال انا اللي جبته ليكم وانا اللي همشي فتحاول ركاشة دفع عنه بس ما فيش اي امل ويقول لها بقى ماوكليل هرجع من تاني وزورك فتقول له خليك فاكر دايما ان انت ليا انت ابني مهما تكون علشان ينطلق بقى بعدها مع باجيرا علشان يروحوا للمكان اللي بينتمي ليه ولكن ما كانش عارف هو موديه لانهي قطيع ويسألوا بقى مع السلاحف طب مع التمسيح فرد عليه وقال له مع البشر فيستغرب ماوكلي علشان باجيرا دايما كان عمل بيحذروا من البشر ويقول له خليك بعيد عنهم وهنا يشوفوا الافيال ويقول له باجيرا انحني ليهم علشان دول هم اللي اسسوا الغابة ولازم كل ما تشوفهم تقدم نوم الاحترام وكمله ماشي لحد ما وصله لارض مفتوحة وفجأ باجيرا قال له استخبه وقال له يجري بقى لمكان معين وهدور عليك وهوصل لك وفجأة كده ظهر شريخان وهجم عليه وانطلق بقى الطفل وفضل يجري اما شريخان فضل يتقاتل مع باجيرا لحد ما غلبه وانطلق ورا معكلي واللي كان خلاص على وشك ان هو يتمسك لحد ما وصل الجاموس وانقص حياته وده بقى صعد لتحت ويتفاجئ من تاني ان الجاموس جاي عليه والنمر كان موجود فوق لحد ما شاف موكلي واللي قرر ان هو يتعلق فقر نجاموس علشان يهرب معاهم وفعليا نجح اما عند القطيع كان جريح حزن جدا علشان موكلي مشى فتعرفوا الام ان هو خلاص دلوقتي يبقى في امان ولكن وصل شريخان امر يحلى عنده اكي لو سأله الطفل فين وده يقوله بقى ان هو خلاص ما بقاش معانا ورجع للبشر فقاله مش ده اللي اتفقنا عليه كان لازم تسلموه لي على حسب الاتفاق ودلوقتي بقى فيه بينا سلام فرد عليه وقال له هخليه يرجع من تاني هو قاتل اكيلا ما كنتش عاوز الموضوع يوصل لحد هنا ويلا انشوروا الخبر لحد ما يرجع من تاني ولحد ما يرجع هكون مستنيه هنا بعدها نلاقي ان موكلي كان لسه نايم على ظهر الجاموس واللي كانوا موجودين على الحافة ولما فاء لاقي ان فيه انهيار عمال بيحصل وعلى طول افز وفضل يتزحلق لحد ما نزل في قلب النهر فراح ومسك في شجرة علشان بقى يروح مع الطيار ولما فاء من تاني لقى نفسي موجود في مكان مرعب وكله ضباب فامطلع على الشجرة وهو عمال بيانده على بجيرة ولكن بدون اي فايدة وده بعدها يلاقي جلده افع ضخم ولكن ما كانش عارف هو ايده اصلا ويكمل ماشي لحد ما شاه في التين فطلع لعنده وقدر ان هو يوصله لحد ما ظهر بقى حيوان صغير وفضل يقرب منه وحاول ان هو يوكله ولكن سرق الفكهة منه وجره وده فاضل يجري وراهم على الشجر لحد ما اختفه خالص وبدأ يظهر بقى صوت كان مرعب ومش عارف هو جاي منين والصوت كان لانسة عمالة بتقوله ما تخافش انا مش هأزيك مش المفروض ما تكونش لوحدك هنا فقال لها انا مستني بقى جيرة فقالت له خليك معايا لحد ما يوصل ويه انا تظهر اللي افعكاء واللي فاضلت تسيطر على عقل الطفل بعينيها وتقوله اللي حصل له لما كان صغير وتعرفوا ان البشر احيانا بيسافروا ويقعودوا في الكهوف وبيكون موجود معاهم الزهر الحمراء كانت توصد النار واللي تعتبر اعزم اختراع عند البشر بس لو حرروها بتضمر كل اللي بيلمسها ولكن المسافر كان عمال بيحمي ابنه لحد ما ظهر له النمر شريخان واللي هجم عليه ولكن قبل ما يموته ضربوا بالنار في عينه وهرب النمر بعد ما قتل الاب من غير ما ياخد باله من الطفل واللي طلع لبرا الكهف ولقى قدامه باجيرة وده كان هو موكلي في نفس الوقت كانت كاعة ملا بتعصر فيه علشان تاكله لحد ما وصل دب عملاق وهاجم على الافعة وفاضله يتقتلهم الاتنين ولما فاء لقى الدب في وشه وخاف منه ولكن ده يعرفه انه هو انقص حياته ولكن لازم دلوقتي انك ترد الجميل علشان انت ما دل ليه دلوقتي بس بتعرف تتسلق فرد عليه وقال له ايوه فامواغدل عند الجرف العملاق وقال له اللي موجود فوق ده اسمه عسل وانا عاوزك تطلع لفوق وتجبهولي فقال له انا ممكن اموت لو طلعت الفوق فضحك عليه شوية بكلمتين وقال له انا دب غالبان عمل بجاهز للسبات الشتوي ولو مكلتش كويس هنام ومش هصحى من تاني فراح الطفل وبدأ يعمل شوية شغل من بطوع البشر علشان يطلع لفوق ويتدله ويقول له الدب واللي كان اسمه بالو ما تخافش النحلة ده مش هيقرسك ولكن فضل يتقرس منه لحد ما قادر انه هو يوقع له شوية من العسل وبعدها نزل لعنده ويعرفه انه هو اتقرس كتير جدا وقال له حط عليه عسل وبعدها يمشي ويروح وراه الدب ويعرف انه هو اسمه ماكلي وده فضل يقنع فيه انه هو يفضل معاه بس يعرفه انه هو لازم يروح لعند البشر علشان في نمر عمل بهادة حياته وبجيره امر انه هو يروح لعند البشر فيقوم ياخد الدب علشان يوريه بيوت البشر وفضل يمشي معاه لحد ما وصله وقال له دي بقى هي الزهر الحمراء فقال للطفل مش باين عليها انها وحشة اطلق صراحة وهتدمر كل حاجة في سكتها وياك ابدا تلعب بيها بس اللي انت عملت النهاردة ده كان مذهل انا بقالي سنين بحاول اوصل للعسل بس مش قادر فرد عليه ماقلي وقال له انا بس كنت باستخدم طريقتي مش طريقة الزئاب فعرفوا الدب انها مش مهمة لازم كل واحد فينا يبقى على طبيعته وهاضر جدا لو تعاوننا انا وانت على طريقتنا بس وكده كده انت عرفت طريق البشر واحنا ممكن نجمع العسل عسل كتير جدا ونجهز للثبات فرد عليه وقال له لحد الشتة بس جيريه صحة امه علشان تلاقي ان بقيت الاطفال موجودين فوق عند شريخان واللي كان عمال بيحكي لهم قصة لحد ما رحت لعندهم وندهت عليهم وتقول له بعدها انت بتعمل كل دليل انا عاوزه ميت واول ما يوصل له خبر متأكيلة هيرجع من تاني وانا هاكن بيستنيه وهنا كان الطفل عمال بيعمل اللي هو بيعرف يعمله علشان يفضل يجيب عسل من فوق ويبعت له الدب تحت ولما كانوا عمالين بيعوهمه يغنوا اغنية وبعدها سمعوا صوت من بين الشجر ولما راحوا لهناك ظهر بجيرة من تاني فرح له فضل يحكي له على كل اللي حصل وان بالوه انقص حياته ولما كان ماشي قال له انا هوريك حاجة بس ما تتعصبش فوره شوية حاجات من اللي عملها وكمان العسل اللي هو جمعه فتعصب جدا علشان يستخدم اسليب البشر من تاني وقال له جا الوقت علشان ترجع فطلب منه بالوه ان هو ينام وتاني يوم يشوف الموضوع ولكن يقوم الطفل بالليل على صوت العفيال ولما راحوا للصوت انحنى ليهم بسرعة ولما شاف الحفرة رجع بسرعة لعند الحبال واخدها وبجير فاء وامريح وراه امده فامنازل في قلب الحفرة وطلع الحبل والده للفيل علشان يسحب الفيل الصغير من قلب الحفرة فقال له بالوه ما تسيبوش يمشي ويسيبو بس يكون على طبعته فاعرفوا ان في نمر عمل بيطرده والنمر ده هو الشريخان فقال له بالوه تم يرجع للقطيع واكيلة يحميه فاعرفوا ان الشريخان اقتل اكيلة ومش هيوقف ابدا لحد ما يوصل للطفل ده وارجوك خليه يرجع لعند البشر من تاني فامريح فعليا اللي عنده وفاضل يقول له احنا اللي اتنين مش اصدقاء ولازم تروح لعند البشر انت مكانك مش هنا فزعل الطفل جدا وامطلع فوق الشجر لحد ما ظهر ارد وفاضل يضايق فيه فظهرت بقية الارود وبسرعة رفعوه وهربوا بيه والاتنين بقى تحت ما كانوش عارفون يوصلوا له وفاضلوا يجروا ورامهم الاتنين وعدوا بقى من قلب النهر وكاملوا جارية اما الارود اخذوا له فوق التلة الضخمة واللي كان موجود عليها مبنى من الحضارة القديمة اما الاتنين تحت بدوا بقى التسلق وكان موجود جوه شوية خردة على شوية فواكه وحاجات قديمة لحد ما خافت الارود كلها وظهر هنا مخلوق عملاق وسأل موكلي انت من اي جزء في الغابة فقال له الجنوب على ما اعتقد فسألوا انت اكلت فكهة البابو قبل كده ورامال واحدة يدقها فقال له بعدها انت عرفني فقال له لا وقال له انا الملك لوي وهنا وصلوا بقى هم الاتنين اخيرا ولوي ده كان عارف كل حاجة عن الطفل وقال له انت محتاج حد يحميك وعلشان احميك عاوز منك الزهر الحمراء فرد عليه موكلي وقال له نصحون اني ما اقربش ابدا ليها فيعرفوا لوي ان اللي بيكون معاها الزهر الحمراء بيكون هو الاقوى في السلسلة الغذائية ولو بقت معايا هكون زيكم وفضل بقى الباغل ده يغني ويغني اكتر وعمال يتباهى باللي موجود عنده قوته وقال له لما تجيبها هحميك ومحدش هيقدر يمسكك لحد ما ظهر بقى بقى لو وقال له انت لوي ايه كمية اللحم اللي موجودة على الكرسي دي فقال للقرود امسكوه ورموه من فوق التلة وبلو كان عمال بيرغي كتير ويلهيهم بالكلام لحد ما ظهر بقيرة وشاور بقى الموكلي علشان يهربوا هم الاتنين لحد ما شافهم ارد وانكشفت الخطة بدأوا بقى يهربوا وكل القرود كانوا عمالين بيتاردوهم وكمان قام البغل وقام رايح يطارد موكلي ويقول له انا املك الوحيد بس دي يقول له انا رايح لعنده اكيلة فيعرفوا ان اكيلة اتقاتل على ايد شريخان وفاضل بقى يطارد موكلي وفي نفس الوقت اللي اتنين كانوا عمالين بيتقاتلوا مع الارود وحتت شجعه من بالو بس ودى الهوى وفاضل البغل يدور عليه من وشمال لحد ما لقاه وفاضل يجري وراه ويكسر في الاعمدة وعلى طول افز الطفل ولما جاي يطلع وراه المبنى تهدم عليه فطلعت كل الارود علشان تطلع الملك ودلوه موكلي موجود على الشجرة وكان عمال بيقول لهم اكيله مات انت اللي اتنين كنتوا عارفين وخيبيتوا علي وعلى طول انطلق لعند البشر اما اللي اتنين فاضلوا يدوروا عليه بس خلاص كان وصل لعندهم وشاف الزهر الحمراء واللي كان البشر متجمعين حوليها فامواخد الشعلة ورجع للغابة من تاني واللي اتنين شافوه كمل بقى جاري لحد ما سات شرارة من النار على الارض وهنا عرفت كل الحيوانات بقدوم الزهر الحمراء لقلب الغابة وكلهم جروا ناحية النار لحد ما ظهر ماوكلي وفضل يقول شريخان انا مش خايف منك فقال له لا اعتقد هم دلوقتي خايفين من حاجة تانية علشان يتفاجئ ماوكلي ان هو حرق الغابة وكل الحيوانات كانت خايفة منه حتى جري وبدأ بقى شريخان يسخن كل الحيوانات عليه ويقول لهم انا الوحيد اللي كنت متوقع مستقبله وكده كده هتكون زي ابوك فرمى النار في المية فقال له شريخان ده اغبى حاجة انت عملتها لكن بدأت كل الحيوانات توقف جنب موكلي وبدأ بالو يتقاتل معاه وبعدها كل الزئاب فقال له باجيرة قاتل زي البشر يلا انطلق وفي نفس الوقت راح للغابة المشتعلة وراه كان شريخان وباجيرة واللي كان بيحاول يمنعه ولكن كان على وشك انه هو يقتله لحد ما جات الزئاب من تاني وهاجمت عليه وطلع فهو الشجرة وانطلق شريخان اللي عنده وبدأ يطلع وراه بس ما قدرش يكمل ونزل من تاني وفاضل موكلي جاهز في الفخ اللي عمله وبعدها نزل وظهر له شريخان واللي كان بقى عمل يقوله خلاص مفيش اي مهرب وفاضل يطلع وراه لحد ما بقى هم الاتنين على غصن واحد وقال له انت كنت فاكر انه انا هسيبك تكبر يا اما انا يا اما الزهر الحمراء هنكلك ولكن فاضل موكلي انه هو يستفزه ويقوله انا مش خايف منك لحد ما انطلق شريخان ولكن الطفل وقعه في الفخ وقفز هو عشان يسقط تحته هو في النار وتكون نهاية شريخان على ايد موكلي واللي رجع من تاني على ظهر الفيل وبدأت لأفيل تحول مجرى المياه علشان تدفل نار في قلب الغابة وكمل بقى موكلي حياته وقدر انه هو يفوز اخيرا في الاختبار وتكون للنهاية وبس كده بيبدأ في المنا مع البشر واللي كانوا عمالين بيجروا في الغابة من نمر اسمه شريخان لحد ما يقتلهم في الاخر ومش بيتبقى منهم غير هو طفل صغير واللي بيلاقيه بجيره وبيقرر ان هو يساعده ولما بيحس ان شريخان هيدور عليه ويقتله هو كمان بيخضو يوديه قدام كهف الزئاب ولما بتشوفه نيشا وكمان زوجها بتلاقيه مش خيف منهم وقبل ما يفكروا هيعملوا ايه معاه بيظهر الدبع طاباكي واللي بيكون تبع شريخان وده اول ما شاف معهم الطفل راح بسرعة علشان يعرفوا وهنا بقى بتقرر نيشا ان هي تحتفظ بالطفل زي اطفالها وتربيه معاهم ولكن الاول لازم تروح تعرف رئيس المجلس اللي هو القائد بتاعهم اكيلة وبيسمع بقى بجيره كلامهم وبيبدأ يتحرك هو كمان وبتروح نيشا لأكيلة وبتقولوا ان هم لقوا طفل من البشر وانها عايز تربي زي اطفالها ولكن قانون الزياب بيقول انهم لازم يضحوا بحيوان تاني علشان يربوا الطفل البشري وهنا بيظهر بجيره بعد ما استطح حيوان وبيرميه قدام المجلس علشان يفدي به الطفل البشري وبيبص بقى أكيلة في عين الطفل وبيشوف الشجاعة وبيقول زي بالأكيلة ان اكيد والد الطفل هيجي عشان يدور عليه ولكن اللي بيرد عليه هو شريخان وبيعرفهم ان محدش هيدور عليه علشان قتلت أبوه وأمه وأكلتهم فبيتصد الأكيلة ويقولوا ان الطفل خلاص بقى تحت حمايتي وكمان حماية القطيع ولو عايزه يبقى لازم تواجهنا كلنا وطالما القائد هنا محرم عليك تقرب من المنطقة دي أصلا فبيقولوا شريخان انت مش هتفضل القائد على طول واول ما تفشل في انك تمسك فرستك وده معناه ان اكيلة هيكون كبر ساعتها هاجي واخد الطفل البشري ويبدأوا بقى في تعليم الطفل واللي سموه موكلي وبيعرفوا بجيرة ان هو ما يستطش علشان المتعة بس وبيهجم بقى على الغزالة اللي كانت قدامه وبيقولوا لازم تفضل معاها لحد ما تطلع الروح علشان ما تحسش انها لوحدها وبيروح بعدها لباله الدب المدرس بتاعه واللي بيحاول يقوم من تركيزه يعلم موكلي يعني التركيز وكان عمال بيراجع معاه القوانين بتاعت الادغال واللي منها ان ما ينفعش الزئب يقتل الانسان او يقتل الحيوان بتاعه خاصة البقر لان البشر بيقدسوها وهنا مش بيكون لموكلي صديق غير هو بوت اللي شكله مختلف شوية عن الزئاب ومنبوث زي موكلي بالزبط ويروح بعدها للكهف واللي موجودة فيه نيشا اللي هي ام وبتقوله انه مع الوقت يبقى اسرع علشان يقدر ينافس بقى الزئاب ويطلع للصيد وفي تاني يوم موكلي والزئاب الصغيرين بيروحوا لبالو علشان يعلمهم سباق السرعة علشان اللي امتحان بتاعهم بيبقى عبارة عن سباق بينهم وبين باجيرة واللي بيمسكوا باجيرة بيفشل ان هو ينضمن القطيع ويطلع يصطاد وبيكون واضح ان موكلي ابطأ واحد فيهم بسبب تشريح جسمه واللي مش شبه الحيوانات طبعا فيوقف موكلي ويشرب شوية مية وهنا يلاقي ان في ارد بنزله فاكهة علشان يكلها ولكن كلما يحاول يمسكها يختفي الارد ويظهر في مكان تاني لحد ما بيشوف باله وبيزعقله علشان المفروض ما يتعاملش مع القرود علشان دول ملهمش اي قانون وممكن ان هم يقزوه وده غير ان هم مش بيخافوا من اي حد خالص ما عادة كا فبيسألوا موكلي من هي كا فيعرفوا ان هي اقدم افعة موجودة في المكان وده غير انها بتقدر تشوف الماضي والمستقبل وفجأة بيتصدم باله لما بيلاقي ان في بقرة من اللي هم بتوع البشر ميتة فيروحوا يعرف بال قطيع وكمان اكيلة علشان يبقوا خايفين ان البشر يجل هنا بسبب اللي عملوا شريخان وبيشوفوا انهم يسلموا موكلي ولكن بيرفض اكيلة وبيقولهم انا اهتم بالموضوع وبيعرف باله ان شريخان عايز يبدأ الحرب معايا لانه عارف اني بكبر في السن فبيقوله باجيرا ان شريخان عايز موكلي والطريقة الوحيدة لحمايته هي اننا نوديه للقرية بتاعة البشر فبيعرفوا اكيلة ان الادغال بتتغير والبشر كمان بياخدوا مساحات منها كل يوم وموكلي هو املنا الوحيد ولكن باجيرا بيعترضوا بيقوله ان القطيع مش هيقبله بس هنا اكيلة بيقوله ان القطيع هيقبل فيه لو عدا من اختبار الجاري فبيقوله بالو ان هو طبعا مش هيقدر يعدي من الاختبار علشان هو مش زئب وفي تاني يوم بيفضل بالو يدربه علشان يبقى اقوى ويقدر ان هو يعدي من الاختبار علشان في الاخر يتقبل وما يموتش وبعدها بينزل يلعب في المية شوية لحد ما بيشوف خيال شريخان في المية وهو بيشرب وده مش بيقدر ان هو يكتم نفسه اكتر من كده وبيحس شريخان ان في حاجة لكنه بيمشي فيطلع موكلي يجري لحد ما في الاخر بيسقط في قلبه حفرة كانت مع ملفاخ وهنا بيسمع باجيرا صوته لحد ما هنا بينزل فيل زلومته وبتشده من الحفرة اللي وقع فيها وهنا بيستغرب ان الفيل عنده ناب مكسور ويوصل بقى باجيرا علشان يشوف موكلي وقفه قدام الفيل فيخضه عشان يروحه اما شريخان كان لسه مستخبي في الزرع علشان يهجي مع الحفرة اللي هو عملها الموكلي ويتكلم بقى باجيرا مع موكلي وكان عمل بيقوله ويعرفه ان البشر جابوا صيادين علشان يقتلوا شريخان اللي قتل الحيوانات بتاعتهم وان الادغال مبعدش امنة ليك بعد دلوقت والامن ليك انك تروح عند البشر وبيحكي له اللي حصل زمانه بيعرفه ان هو طفل بشري مش زئب وامو ابوها قتلهم شريخان وعايز يقتلك انت كمان فيقوله موكلي ان القطيع هيحميه ولكن باجيرا بيقوله لازم انك تنجح في الاختبار بتاع بكرة الاول ولكن لو فشلت هترجع لقرية البشر فيروح يبص على القرية ويلاقي ان تباكي بيحاول يسرق منها حاجات وهنا بتمسك فيه النار ويبدأ الجري فبيظهر له موكلي ويسأله ايه الحاجة اللي مسكت فيه دي فيقوله انها سلاح من اسلحة البشر وكمان اسمها النار وفي تاني يوم بقى في الاختبار بيعلن اكيلا ان باجيرا هيبقى هو اللي هيهجم والمفروض يجروا ويوصلوا للناحية التانية من غير ما يمسكهم باجيرا ويبدأ بقى الاختبار ويطلع كلهم يجروا ويفضل بقى موكلي يعمل اختصارات عن الطريق وان هو ينط ويمسك في الشجرة علشان يجري اسرع من الزئاب وبيظهر باجيرا وبيجري على موكلي بيشه راسة كبيرة جدا ولكن موكلي بيقدر ان هو يحبسه في شجرة ويطلع يجري منه وهو عمل بيتعلق في فروع الشجرة علشان في الاخر بيكون هو الاول على القطيع وقبل ما خلاص يوصل وبيشوفه بالو ولسه هيحتفل بيظهر باجيرا من بعيد وبيسيب الكل وبيهجم عليه هو علشان يفشل موكلي في الاختبار بعد ما كان على بعض خطوة واحدة بس ان هو يبقى الاول على القطيع فيقول لبالو باجيرا كان مستهدفني انا بالذات علشان عارف ان انا الاضعف وبيزعق ويسيبهم يمشي وبيقابل بقى القرود في الطريق ويفضله بقى يقدم له الفكهة وبيظهر صاحبه الوحيد بوت ولكن فجأة بتظهر القرود وبتاخد موكلي فيجري بوت علشان يعرف بانو باللي حصل واللي بيكون وايف عمال بيتخانق مع باجيرا بسبب ان هو كان مستهدف موكلي بالذات ولكن ده بيكون شايف ان هو عمال بيحميه علشان هو عاوز يرجع للقرية بتاعة البشر ويكون بعيد عن شريخان واللي عاوز يموته فيقطع كلامهم بوت واللي بيعرفهم باللي حصل لموكلي ويظهر بقى من بين القرود شريخان اللي كان عامل الفخ ده الموكلي ويجرحه في ايده وفي كتفه وقبل ما يموته بيظهر باله وباجيرا لكن القرود بتكون كتيرة جدا ومش بيقدر ينقذوا موكلي وهنا بتوصل كا واللي بتكون الافعة اللي بيخاف منها الكل وتطلب بقى من الكل يسيبوا البشر في حاله لانه بينتمي لنا في الادغال ومش بيكون موكلي فاهم هي اللي بتنقذه وفي تاني يوم بيبقى قاعد مددئ جدا بسبب ان هو فشل في الاختبار فييجي بوت علشان يهون عليه شوية ولكن ده بيكون مددئ جدا وبيزعق له ويقول له كمان ان احنا مش مختلفين ان احنا مسوخ وعلشان كده مش بيحبونا فبيزعق له بوت من كلامه وبيسيبه ويمشي وبيروح باب اللي اللي عندك عشان يعرف منها هي ليه انقذته واذا كانت فعلا بتقرأ المستقبل فبتقول له ان هو هيقتل وكمان هيكون على قمة القطيع بتاع الزئاب وبيوقف شريخان قدامك وبيقول له انت فشلت في انك تمسك فريستك النهاردة ووفقا للقانون بتاع الزئاب لازم ان اي حد يتحداك علشان يبقى القائد مكانك فبيوقف اكيلة وبيقول اللي هيهزمني هيبقى هو القائد بتاع الزئاب وبيوصل بقى موكلي وبيفهم اللي عمال بيحصل من باله وبيقول له ان ده القانون وما نقدرش نعمل اي حاجة وبيفضل بقى اكيلة يهزم الزئاب اللي عمالة بتتحداها لكنه بيتعم مع الوقت ولما بيشوف موكلي شريخان وقاف قدامه بيجري على قرية البشر وبيجيب عصائق نار وبيرجع لهم من تاني ويفضل يخوفهم بها لحد ما بيمشوا كلهم من اسلحة البشر ضدنا وبكده تكون جيبتنا النعار عظيم وما ينفعش نخفر لك فبيروح موكلي للقرية بتاعة البشر اللي كان موجود فيها الصياد واللي بيعلمه ازاي يستخدم السكينة في تقطيع اي فريسة ليه وبيقول له احنا الاتنين عندنا عدو واحد ومشترك علشان شاف الجروح اللي كان سببها له شريخان فبياخدوا واحد من القرية ويحميه وينضفه علشان يتأقلم معهم وهنا بيعلمه الصيد وازاي ينشن بالسكينة وبيديله بقى سكينة ويعلقها له في رقابته علشان تبقى معه دايما فيحضنه موكلي لانه بيعامله كويس جدا وفي يوم بيجيله واحد من الزئاب اللي كان عايش معاهم وبيعرفه ان شريخان استولع القطيع وهيتردنا كلنا لاطراف الادغال ودلوقتي محتاجينه يرجع ولكن موكلي بيقول له دلوقتي ما بقتش مشاكلي هي مشاكلكم وده غير انكم ما قابلتونيش في القطيع وكمان تردتوني ده لما حاولت ساعتكم فيسيبه ويمشي وبالليل في الحفلة بيتكلم اهل القرية مع الصياد اللي بيقول لهم انه فشل يقتل فريستو مرة واحدة بس وده كان فيل وقدر انه هو يجرحه في بطنه بس الصياد اخد الناب بتاعه في المقابل وهيتمنهم انه هو هيقتل النمر اللي مدايقهم ده وبيكسر بعدها ويوصل موكلي للقطة علشان يلاقي اجزاء من حيوانات كتيرة يستضوهم قبل كده ومن ضمن الاجزاء دي كان الناب بتاع الفيل اللي عنقز موكلي من الفخ وبيتصدم بقى لما بيشوف رأسه بوت صاحبه هو كمان متعلق فيعرفه الصياد ان الزقب اللي كان لونه مختلف ده عجبني جدا ويعتبر اول صيد غريب ليه فيطلع موكلي بسرعة ويوعد مع نفسه هو مدى جدا بسبب صاحبه الوحيد اللي تقتل فيدخل بعدها على الصياد ويطلع سكينه علشان يقتله ولكن ده بياخد باله من الناب بتاع الفيل وبياخده ويمشي وبيروح يديه للفيل وبيقول له انا هوصلك للصياد اللي خد منك النب ده وفي المقابل تساعدني على طرد النمر من الادغال وبيروح بعدها لقطيع الزقاب ويقول لهم لازم نقتل شريخان ولكن اكيلا بيرفض التعاون معاه بسبب ان هو بيستخدم اسلحة البشر وبيبقى بجيرة هينضم ليه ولكن باله بيوقفه عشان يروح بعدها يوقف مكان ويفضل ينده على شريخان عشان يقتله ويطلع فعليا قدامه هو تاباكي فيعمل موكلي صوت معين علشان هنا تيجي الفياله كلها وتحاصر شريخان فيقوم موكلي حادف عليه السكينة ويفضل يضربه والبشر كلهم يشوفوا العمل بيحصل وبيقدر موكلي ان هو يتعانو كزا طعنى لحد ما بيسمعو صوت ضرب النار فبيقول للفيل ان ده هو الصياد اللي انت بتدور عليه وهنا بيقرر بجيرة ان هو هيتحرك وبيتحرك بقى القطيع مع كله واول ما الصياد يسيب النمر بيظهر اكيلة ويهجم عليه فبياخد اطلع مكانه والفيل بيوصل للصياد وكمان يقتله وبيتجمع بقى قطيع الزئاب كله حوالين موكلي علشان يساعدوه وهنا بيعتذر له اكيلة ان هو كان شاكي فيه ويطلب منه ان هو يكون قائد القطيع وبعدها بيموت فبيجري على الشريخان وقبل ما يعمل اي حاجة بيغرز السكينة في دماغه عشان يموته ويقوم الفيلشالو على ظهره علشان يعلن راحل الصياد والنمر وماكلي واللي يعتبر نص بشري وكمان نص زئب هو اللي هيحكم الادغال بعد كده علشان يقدر اخيرا ان هو يجيب السلام للادغال وللبشر كمان وتكون دي النهاية وبس كده